في 2024 لازم نكون وصلت إلى معدل تقع 47% رفع أجور يتاكد الرئيس عبد المجيد تبون على زيادة الأجور وتقليص الأعباء الضريبية في 2024 كمؤشر إيجابي على الجهود الحكومية لتحفيز تنمية الاقتصادية وتعزيز الرفاه الاجتماعية حسب مراقبين ضمن مقاربة اقتصادية اجتماعية من أجل الوصول إلى التنمية الشاملة ومستدامة وأن المواطن دائما هو أساس الجمهورية وأن مصلحة المواطن الجزائري فوق كل اعتبار أتأكد على أهمية العلاقة بين التنمية الاقتصادية وسياسات الاجتماعية بتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بما في ذلك مراجعة المنظومة القانونية للاستثمار وتشجيع روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال سنة 2024 ستكون سنة أخرى من زيادة الأجور والدعم القدرة الشلائية للمواطن والحفاظ على رفاهية المواطنين كل هذا أقره سيد الرئيس الجمهورية واحتمده كذلك قانون المالية سنة 2024 الذي لم يحمل ولا ضرائب جديدة الرئيس أشار إلى السياسات الاجتماعية الطموحة التي تهدف إلى دعم الشرائح الضعيفة ورفع الأجور مع تعزيز العدالة الضريبية وتحسين أداء برامج المساعدة الاجتماعية مع إبراز التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية على الساحة الدولية وجهود الدولة في مجال التحويلات الاجتماعية نهاية 2024 نكون لكان يخلص يقوله خمس ملايين وليخلص سبع ملايين ونص النص يترفع جهود الحكومة الجزائرية متواصلة في رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القادمة